السر كله يا جماعة في معلقة واحدة لو ضفتوها بتخلي بقى ورق العنب يفضل معكم من السنة للسنة وكمان هقولكم على كل أسرار الشركات والمصانع في تخزينه وإزاي كمان تعملوه أحسن منهم يلا بينا نشوف عمالناس زي بس ياريت كده في الأول ما تبخلوش عينها باللايك في الأول خالص كده زي ما انتم شايفين معنا طبعا ورق العنب ودي أفضل وقت في تخزين ورق العنب اللي هو بيبقى في شهر أربعة وفي شهر خمسة بيبقى سعره حالو وكمان بيبقى فرشه جميل جدا طبعا بنجيب ورق العنب ونبدأ نشيل الجزء الأغضرة بيبقى موجود فيه اللي هو العدان الخضرة ودي طبعا كمان هنستخدمها معنا في الوصفة مش هنرميها ولا حاجة وزي ما انتم شايفين فيه جزء كده قطحته بالمقص وجزء تاني ممكن تقدر يتقطعه بالسكينة زي ما انت عايزة طبعا لما بنيجي نجيب يعني الهواء العدان الخضرة دي أهم حاجة مناخد شوية حلوين كده ونخسلهم كويس جدا طبعا بعد ما بنخسلهم بنركنهم على جنب عشان هنستخدمهم في آخر الوصفة أما بقى ورق العنب نفسه لما بيجي أرسه برسه على شكل مجموعات يعني ايه بخلي الكبير مع بعض والزغير مع بعض وبرسه بنفس الشكل بالزبط طبعا الرصة ان انت ترسي مجموعات بالشكل ده بتوفر عليك وقت طويل وكمال بتخليك تنجزي في تغزينه وما بياخدش معاك اي وقت خالص طبعا ممكن في الاول بتجيبي ورق العنب زي ما هو وتخسليه تحت الحنفية كويس جدا وبتكملي الخطوات اللي انا عملتها او تعملي زي كده وتجيبي كده ورق العنب وترسيه في صنية كبيرة تمام بعد كده بقى هتغطيه بالمية وهتضيفي كمان كده عليه معلقة كبيرة من الخل وتخسليه بقى غسلة كويسة انا بصراحة بفضل الطريقة دي لان انا بحسها بالنسبة لي سهلة وما بتاخدش معايا اي وقت خالص تقدري طبعا ان انتي تستخدمي اي طريقة من الاتنين في غسل ورق العنب وطبعا كمية ورق العنب اللي انا جيبها انا كنت جايبة اتنين كيلو ما غسلتهاش كلها لا انا جبت كيلو غسلته بالشكل ده اما الكيلو التاني سبته كده زي ما هو لان انا محتاجة الكيلو التاني مخسلهش خالص ساستخدمه زي ما هو بدون غسل وزي ما انتو شايفين بضغط كده على ورق العنب علشان يتغسل معايا كويس جدا وحس كده ان هو ما فيش فيه اي حاجة وبعد ما غسلته بابدأ بقى اصفي وما تنسوش ان معلقة الخلي اللي احنا دفنوها دي بتخلي اه لو في يعني اي مكروبات ولا اي حاجة في ورق الخلي بيتضيع يعني المكروبات والحاجات اللي مش لطيفة طبعا في نفس الكمية المية دي اه ممكن تستخدميها مرة كمان تخسلي فيها ورق العنب او تغيريها واتكرري الخطوات مرة تانية خلاص كده بعد ما خلصت الكمية كلها وصفتها بس مش مهم يعني ان احنا نصفيها كويس قوي اه بناخد بعد كده ورق العنب ونجيب بقى برطمونات والطريقة الاولانية دي دي طريقة الشركات والمصانع هقول لكم بيعملوها ازاي بالزبط بنجيب ورق العنب ونبدأ نلفه على شكل رول بالشكل ده عايز اقول لكم الجزء اللي بيبقى خشن بيبقى بنخليه برة زي ما انتم شايفين ونبدأ نلف فرور الطريقة دي في اللف بننجس بيها اولا وقت والتانية حاجة ان هي ما بتاخدش مساحة في البرطمونات وبنحط فيه اكبر كمية ممكنة طبعا بيسي ورق العنب وانت بتحطيه في البرطمونات عشان ما يدخلوش اي هوا خالص طبعا ما شاء الله الكمية دي عملتلي اربع برطمونات من ورق العنب وتعالوا بقى اقول لكم على محلول الحفز اللي احنا بنضيفه على ورق العنب يفضل موجود او يحتفظ بان هو يكون فرش معنا من السنة للسنة بنجيب كده حلة ونحط فيها اربع كبيات من الميا المغلية ده مقدار اربع كبيات اربع كبيات ميا مغلية بنضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من الملح وكمان ربع كبية من الخل اهم حاجة يا جماعة السكر السكر دي السكر قصدي هو المعلقة اللي انت بيضو فيها بتخلي ورق العنب معيك فرش من السنة للسنة تمام اهم حاجة السكر يعني دلوقت دفنا معلقة كبيرة سكر معلقتين كبار ملح ربع كبية من الخل وخلطناهم مع بعض وبعد كده بقى اخدنا المحلول ده وبدأنا نوزعه في البرتمونات اهم حاجة بنحرك البرتمون علشان ياخد اكبر كمية من محلول الحفز طبعا كمية الميا دي كانت خلصت عملت معي برتمونين فقررت الخطوات تاني ان انا جبت اربع كبيات من الميا وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر معلقتين كبار من الملح وربع كبية من الخل ولو وصلت الحد هنا يريد بس ما تنسيش ان انت تنسيتها في الكومنتات وتكتبي لي بتتابعيني من انهي بلد لان انا صراحة بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح او بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على اكبر جزء فيها وهو طبعا تنسوا ان انتو تدعموا الفيديو بلايك جميل منكم وتعليق برأيكم في الوصفة هنا خلاص كده بعد ما حطيت محلول الحفظ مع ورق العنب جبت طبعا العيدان الخضرة اللي احنا كنا محتفظين بيها على جنب وبدأت كده اوزحها على ورق العنب وديك كده منستخدمها كمانطة حفظة ان هي يعني تطول برضو من عمر تخزين ورق العنب اهم حاجة بقى هنا ان احنا لازم نقفل البرتمانات كويس جدا بعد ما قفلناها بالشكل ده ولو حسله هنلاقي ان ورق العنب بدأ لونه تغير معايا شوية من اللون الاخدر للون الاصفر بس طبعا مش هسيبه كده لا انا هديله كمان خطوة بحيث ان هو تخلي معنا ورق العنب او نعمله زي بتاع الشركات بالزبط ان احنا بنجيب حلة فيها مية مغلية ونحط فيها كده معلقة كبيرة من الخل من الخل وبناخد البرتمانات نبدأ نضافها كده في المية المغلية وخدوا بالكم ان الخطوة دي بنعملها علشان نعقم ورق العنب وكمان عشان البرتمان يكون محتفظ بورق العنب فترة طويلة طبعا بنقلب البرتمان كل شوية بحيث ان احنا نضمن ان ورق العنب كله لونه يتغير معنا ويبقى باللون الاصفر الجميل اللي احنا بنشتريه من برا اول لما يوصل للون ده هو ده اللون المطلوب على طول بنخرجه وبنركنه على جنبه ونسيبه لحد ما يبرد معنا تماما طبعا البرتمانين اللي كانوا في الاول وبعد كده حط بقى البرتمانين التانيين وهخزنهم بنفس الطريقة بالزبط بكتير كمان من اللي انت بتشتريه من برا الطريقة بقى التانية اللي احنا هنخزن بها النهاردة ورق العنب الطريقة اللي هي هنحتفظ بها في الفريزر طبعا زي ما انتم شايفين انا اقولت لكم من انا كنت جايبها اتنين كيلو ورق عنب كيلو غسلته اما الكيلو التاني ما غسلتوش خالص يدوبك بس راسته على قد مجموعة وجبت بقى المكان اللي انا هشتغل فيه ودهانته كده بشوية من المياه بعد كده بقى حطيت عليه بلاستي كريب علشان بس ايه ما يلزق معي يعني البلاستي كريب ما يتحركش كل شوية وخدت كده مجموعة من ورق العنب وبدأت الفهم بالشكل اللي انتم شايفينه واهم حاجة باللفهم على شكل رول وبنقفل على النحيتين كويس جدا طريقة دي ميزتها ان هي طريقة ما بتاخدش معي مساحة خالص في الفريزر زي ما انتم شايفين وكمان ان هي ميزتها يا جماعة انتي ما بتخسلش ورق العنب بتاخده كده زي ما هو تلفية على شكل رول وتدخليها على طول على الفريزر وتبقي مرتاحة جدا 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 اه كمان الطريقة دي لما بتدخليها في الفريزر وبتيجي تطلعين قدامك طريقتين اول حاجة يا اما بتسيبيه فك خالص زي ما هو وتحطيه في المياه المغلية وبعد كده ايه بتستخدميه وبتعملي المحشي اللي انت عايزاه او انك بتغديه زي ما هو كده وهو مجمد وتحطيه في المياه المغلية آآ برضو هيبقى كويس وفرش جدا معاك تعالوا بقى نيجي كده للبرطمونات بتاعتنا اهم حاجة لما بنيجي نفتحها لازم نسمع الصوت ده ده اللي هي بتاعت الصوت بتاع الامان ان انت كده ورق العنب مزبوط معاك جدا وزي بتاع الشركات بالزبط تعالوا كده ما سمعها لكم مرة تانية اسمعوا ايوة هو ده الصوت اللي احنا محتاجينه اللي هو بيبقى زي بتاعه بره بالزبط وهنا بقى اكتر سؤال هيجي لي حاجة لازم نخسره كويس جدا وبعد كده بقى منستخدمه وبنعمل به احلى حلة محشي طبعا قدامك الطريقتين تقدر تستخدمي اي طريقة من الاتنين اللي تحبيها واللي كمان تبقى بالنسبة لك مريحة اظن بقى بعد المنظر الامر ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فاقة غير تسلم ايدك يا موليلي وكمان برأيكم الوصفة دي تسحقي كامعة العشرة يلا قدموا بقى الفهنة وشفا وربنا يحسن ما بين ايديكم ميريت بس ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وباي باي